لا شك أن التكافل الاجتماعي من أفضل الأعمال التي تكشف عن المعدن الأصيل للشعوب ولأننا نتحدث عن العراق فإن التكافل أمر طبيعي يؤكد على أصالة العراقيين المعروفين بالكرم والنخوة وحب الخير المطعم المجاني للفقراء مشروع للتكافل ينظمه عدد من أبناء مدينة كاركوك لإطعام المئات من الفقراء والمحتاجين والعمال الكابحين لستة أيام في كل أسبوع حيث يقدم المطعم وجبات متكاملة من الطعام دون أي مقابل الغاية هي كفالة اجتماعية الكفالة الاجتماعية هي هذه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وأطعام الطعام فضل كل الشبير الدعم كل من ناس بسطاء حالتهم المادية ما أقول لك عالية فد مرة كلهم أصحاب رواتب يعني قذر اللي تبرع بخمسين ألف أو مئة ألف أو هذا وبارك الله بهم ولم يقتصر عمل الخير على تقديم الطعام على مائدة الخير فالحلاق المجاور للمطعم أعلن تقديم خدمة الحلاقة المجانية ليومين أسبوعياً لمن لا يستطيع دفع أجرة الحلاقة من الفقراء والمحتاجين أهلي الخير هو يكون حتى أنا شفتها دولاتي يسوون وجبتين أكل كل يومية أنا أم سويت مجانة زيان مجانة أسبوع مرتين أحد واربعة من شفتهم دولاتي يسووني شي زينية أنا ردت أساعدهم وهو مناطقهم فتحوا هي هو جهد شعبي خالص ينظمه مواطنون أكثرهم ليسوا من أغنياء القوم لكنهم يبذلون ما يستطيعون من مال ووقت وجهد من أجل مساعدة الفقراء ليبقى العراقيون مثالاً للإيثار وفعل الخير ولو كان بهم خصاصة